السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين في كل مكان إلى برنامجكم تساؤلات لهذه الأمسية كما تقرؤون في الهام الظاهر أسفل الشاشة الشروع إذن في توزيع تراخيص استيراض السيارات المؤقتة الأحد المقبل تفاصيل ذلك من خلال برنامجنا هذه الأمسية سنتحدث عن المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر الذين يشتكون من إجراءات المادة 118 من قانون المالية 2021 تحدث عن الإجراءات الجديدة التي تسببت في زيادات في الأسعار في بعض المواد تحدث عن المطالب بتسهيلات في مجال القروض الجمركة وكذلك تخفيف الضرائب أهلا بكم من جديد مشاهدين في كل مكان أرحب بضيوفي الأكرم سهواري تغرسي عضو لجنة المالية بالمجلس الشعب الوطني مرحبا مساء الخير وأرحب كذلك بسي هشام بوزيدي رئيس الجمعية المتعاملين اقتصاديين شكرا مرحبا ميك شكرا للاستضافة العفو إذن كما تقرأنا في الهام الظاهر أسفل الشاشة وزارة الصناعة تدرس عشرة ملفات تقدم بها متعاملون تسعة منها خاصة بالمركبات السياحية ومتعامل واحد قدم ملفاته يعني ملفه الخاص باستيراد الدرجات النارية يتحصل المتعاملون الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط على اعتمادات مؤقتة ابتداء من الأحد المقبل السابع عشر جونفي أبدأ معك سي هواري تغرسي هذه الخطوة كيف تعتبرها لحد الآن ولو أنه فيه كلام كثير بين المواطنين عن أول شيء استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات سقط الأمر في الماء ثم الحديث الآن عن استيراد سيارات جديدة ويعني رخص مؤقتة مشكور أنت وظيفي كذلك من وهران لأخر مرة ثانية نظر نشفته فقط أنه تحكي على نقطة وتقول سقط الماء لكن لأنه لم يسقط في الماء لأنه قانون فيما يخص طبعا القوانين الجمهورية الجزائية اللي مرت عبر البرلمان وصادق عليها البرلمانيين وطبعا صادق عليها كذلك مجلس أمه وهي طبعا ننتظر طبعا تطبيق هذه لكن الوزير السماعة أعطى مبررات مبررات يعلم اتهاج هذا البرلمان طبعا هو رأيه شخصه لكن 30 مليون جزائري عنده مبرر وحد آخر نظن 460 برلماني عندهم رأي مخالف نظن تقريبا أكثر من 150 إلى 160 عضو مجلس أمه عندهم رأي وحد آخر يبقى أنه فكرة شخصية بالنسبة للسيد الوزير ولكن ما زالنا نطالبه لأنه نشوفه الحل الوحيد بالنسبة للجزائري في انتظار أكيد نفكر في المرحلة المستقبلية أكيد نتمنى يكون عمليا تصنيع بالنسبة للجزائر وتكون طبعا سيارة جزائرية بامتياز بمعدل إن ديماتش وطبعا أسعار بسيطة يمكن طبعا المواطن يتحصل عليها ونتمنى ما نقولش أنه منشجعش هذه العملية ولكن دعيني نقولك تقريبا أنه خسرنا 150 مليار في سنوات الماضية ولم نحقق طبعا هذه الصناعة السيارات لن نحكو أنه لما تحكيها للسيارات جميل جدا ومبادرة نشجحها في كامرحلة أولى ما زال ما شونيش تطبيق تحها متى يتم تطبيق تحها حاجة واحدة أخرى لما تعرفوشتما ما هي الرسوم لها تقابلها سيارة هذه كان مشكل كبير في الرسوم أنا نقولك كان مشكل في الرسوم وكان تناقض في القيمة الموجودة حتى في القيمة المالية طبعا في الرسوم لأنه لو تحكم سيارة أقل من 1.9 أو 2 مثلا الرسم تقريبا 140 مليون ديناس سنتيم لما تحكم طبعا أكثر من 2 2.1 تولي 140 مليون جزيري وهذه قيمة طبعا مغلطة اللي كانت فيها أخطاء وكانت فيها بعض الممارسات حتى في البرلمان شارك في العملية هذه يوحي على أنه أسعار السيارات الجديدة التي سيتم استيرادها رح تكون أسعارها ملتهبة يعني يشاركنا سيهي شامبوزيدي كذلك النقاش فيما يخص ترخيص استيراد السيارات الجديدة هذا الترخيص اللي تنطرق ابتداء من أحد المقبل والجزائري يبحث عن سيارة في المتناول بسم الله الرحمن الرحيم هذه أول خطوة اللي جات من أجل اقتناء هذه السيارة الجديدة للمواطن الجزائري لكن السؤال يبقى مطروح عدنا 2 تاعة الأسئلة يبقى مطروح لماذا هذا التأخر وهل هذه السيارة سوف تكون في متناول المواطن اللي كما تكن مع الأستاذ المواطن البسيط اللي كان بإمكانها أن يتحصل على سيارة أقل من ثلاث سنوات وإن تكون يقدر عليها من حيث الصيانة لأن السيارة الجديدة اللي غادي يمشي بها مرهيش سيارة اللي غادي ما عندهاش رسوم جمهوركية كما قال الأستاذ هذا الرسوم الجمهوركية اللي غادي تدخل ما شنهاش ما عرفناش شعال لو تيبدو موتير هذا شعال يشوفوا شعال يفوت وماذا تكون متوفرة في السوق اللي اليوم غادي لربما في الأيام القابلة غادي نوقوا دايما هاد المشاكل تاعة المواطن يقول لك تفحت التامنة على السيارة وبقيت نستنى عشرين يوم ثلاثين يوم ومع القوانين اللي راهي مطلوبة اليوم أظن بني السيارات غادي تخدع لنفس القانون اللي جات عليه المادة 118 لأنها مواد ومقابلة للبيع جيد الآن السؤال المطروح والمواطن يسأل هذا السؤال ما هو الحل الأفضل هل ممكن كان الحل الخاص باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات أم أنه هذا الحل الأخير سيارات الجديدة كي يقتني مواطن سيارة محترمة لا بتقول السيارة خرداء كل سيارات البرلمانية أقل من خمس سنوات كل سيارات حتى الرئاسة أقل من خمس سنوات كل سيارات طبعا البرلمان والحكومة وحتى الشخصية الوطنية أقل من خمس سنوات وطبعا لما نشوف الوضع المتاحة جميلة جدا وخاصة السيارات الألمانية لما نحكو للسيارات ليس فرنسا فقط هناك ألمانيا هناك أمبلجيك نعرف الذكاء الجزيلي يمكن الجزيلي يقتني بسيارة طبعا جميلة وبأسعار فقط أنت مطلوب منك تحضر عمل طبعا على مستوى الميناء هنا لمراقبة نوعية سيارات لمراقبة سنة سيارات لمراقبة جودة سيارات في الجانب هذا هنا المهمة وهذه المهمة حتى تكون مكلفة معناتها احتهي بالدفع معنات الإنسان رح يدفع الأموال التاعه معناتها العملية أو الإجراءات اللي تكون عبر كل العمليات رح تكون طبعا يقابلها عملية الدفع هذا هو الإشكال اللي بالنسبة للجزيلي وبالنسبة للمناخ اللي يستمر بصفة عما نحن قاعدين رقابة تكون تكون بشكل بالمطرق لا لا رقابة معناتها المواطن الجزيلي يضربه في جيبه أنا نقول لك الطريقة اللي هي الموجودة الطريقة غير مقبولة وغير عقلينية وبالتالي أن المواطن الجزيلي اللي يحب بالدخل المدخل المتاعك أنت تفضل تعطيله رسم معين قال سيما رسم بالنسبة للسيارات كذا رسم بالنسبة لي كذا كذا رسم للسيارات لك ولكن بمعنى أنه كلم الأفضل الحل الأول يعني فسح المجال المواطنين أنهم يقتنوا سيارتهم أقل لك لسنوات جيد نقطة مهمة هذه لأنه الأموال كانت طايلة خاصة في المراحل السابق وسيد ووزير الصناعي يقول على تقريبا ثاني مليار طبعا دولار هي قيمة الاستيراد في المستقبل ينظر هذا المستقبل هي قيمة تنبؤية فقط مش قيمة حقيقية ولا البرلمان صدق على القيمة هذه فقط أنه هذه شفنا من سيد وزير صناعة لازم نعرف حاجة واحدة أخرى أنه هذه القيمة رح تكون القيمة انتحة بالنسبة للسيارات الجديدة تكون مرتفعة مقارنة مع سيارات أقل من ثلاث سنوات صحيح لأنه علاش لما نجيب سيارات رح نجيب كثرة وأقل من ثلاث سنوات جميلة جدا في أوروبا بكل صراحة ما يقول لنا كلمة هذه عيبة لازم نقول أنه كان لنا فرصة باش المواطن البسيط أو كل مواطن الجزيلي طبعا يجلب أو يستور السيارة انتعوا بأمور خاصة فقد نفرض عليه لما نفرض عليه لا رقابة ولو مرح داخلها لما يدخل طبعا الميناء لما يدخل الجماريك يسدد الحقوق انتعوا الجماريكية والرسوم والدولات دخل ولكن لاحظنا أنه ما زلنا نمشه بطريقة الاشتراكية رقابة في عملية السيارات رقابة في عملية كذا رقابة في منحل وهذه إشكالية راح موش راح نشوف عندنا الخزين العمومية لما نحكي الميزانية في السنة هذه خاصة العجل تقريبا كان 21 مليار 21 مليار لموجود ولكن نقول لك حاجة نتوقع أن العجل سيكون تقريبا أكثر من 30 مليار فقط أنه هذا نقطة نقطة مهمة جدا أنه هذه الثنين مليار هي قيمة إضافية من العجل في الميزانية واللي راح تأثر سلبا على الاقتصاد الوطني مقارنة لو سرحنا للمواطن يجيب سيارات يجيب سيارات يجيب شيئ شكال نعته أكثر حرية نعته أكثر حرية في الجانب هذا ما الشيء المفيد للمواطن وكذلك لخزينة البلد أنه يجيب سيارات أقل من ثلاث سنوات أم أنه تستورد سيارات جديدة بكميات محددة نقول له الكلمة اللي قالها للأسف نرمال للمفروض هذا مشي خطاب اللي نخاطبه به الشعب هذه تأخر دا أنا عمري مشت إنسان بالمال تاعه وبالعملة الصعبة ويقتني سيارة من الخارج ويخلصها ويتفعلها جمركة وضاربة ويمس السلامة المرورية تأولادها ويقول لها خردة من المستحين هذه القضية استيراد سيارات الأقل من ثلاث سنوات هذا يكون حافز للخازنة لأنه للدولة ما غاديش تتميز ما غاديش يكون هنا هناك ما غاديش تخصص ميزانية من أجل اقتناء هذه الساعة بالعكس بمجرد رسول باخرة إلى الميناء رهي كان رسوم سوف تدفع المعناه اليوم باللي ما غاديش إنه يكون عدنا مخلفات تاع الفين وعشرين و الفين وتساطع بالعكس غادي تكون الخازنة يكون عندها فائد را عدنا نعطيك مثال غادي يكون الجامراكا غادي يكون يخدم الباخيرة تخدم الجامراكا تخدم الداريبة تخدم الكنترول تيكنيك يخدم يخدم الاسيرانس كل شيء يلقى نفسه في رمانتك الموعلة أكثر حركية بالنسبة للإغسال الوطني لابد بسكو نعطيك مثال اليوم اليوم إلى اقتناء السيارات الجديدة على مستوى محلات المحلات البيع ولا المحلات الإصلاح ما غاديش يكون إصلاح السيارات اللي نعرفوا باللي السيارة عندها الإصلاح وعندها السيارة السيارة شكون غادي يعيش بالسيارة كون نشوفوا الناس اللي ميكانيسيان وهذا الناس اللي عندهم اللي طولي ولي اللي ميكانيك لغة شيء غادي يبدل مصفات زيت فراميل ويحبس لونك ما محتل الاقتصاد غادي نشوفوا باللي هناك يكون انكيماش في بعض النشاطات على كلين كي نطوي ملف السيارات استيراد السيارات كآخر سؤال المواطن دائما يسأل هذا السيارات اللي راحين يجيبوهم يعني راح تكون رخصة لاستيراد السيارات راح تكون بثمن معقول أنا عندي يقبل فقط ثمن خاصة قرار سيد رئيس الجمهورية في آخر مجلسي وزارة كان عنده مبرمج في نقطة في العمل تعوى استيراد السيارات تأقل لمثل سنوات نظن أكيد أنه عني أكثر ثقة أنه سيد رئيس الجمهورية سوف يقرر ينظر في هذا الملف سوف يقرر في هذا الجنب لصالح المواطن هذه نقطة الأولى فيما يخص سيارات جديدة ثمن تحة لا ثمن تحة ثمن تحة لأنه جديدة مع أن تساعد تحة مرتفحة في أوروبا وحاجة وحدة أخرى المفاجأة أنا نقولها لك لما نشوف طبعا الرسوم وطبعا الضراء بالنسبة للسيارات طبعا هي كبيرة كبيرة جدا راح تزيد ترفع من أسعارها راح تجيب خاصة خاصة المواطنين اللي يقتنوا السيارات الأقل من 2.0 مع أنتها مع أنتها إذا كان صديقي مثلا الصناعي يحب يستورد سيارات 2.2 أو 2.2 نفرض عليها ننتقل منه أنا نشقولك بكل صراحة هذه الرسوم هي انتقامية بالنسبة للصناعي وبالنسبة للمواطن وبالنسبة للطبقات المتوسطة نوعا ما مش نقول كديحة نقول طبقات المتوسطة هذه الرسومات اللي موجودة ونقول لك حاجة موجودة في قنوانيات كميلي 2020 أنا كنت ضد هذه الرسومات وكتبت لسيد الوزير على هذه الرسومات رغم الناس مالعبالهاش ولكن اكتبت له وقلت له وراك غالط في الرسومات هذه أو هذه راح تكون طبعا مرتفعة جدا وراح تؤثر على طبعا نوعية من المجتمع من حقهم يعيشوا في الجزيرة المتعاملين الاقتصاديين الذين أصبحوا خلال الفترة الأخيرة يعني تصلوا بنا ويشتاكونا من المادة 118 من القانون المالية 2021 سيهي شامبوزيدي حطنا في الصورة هذه المادة وش فيها بالضبط وعلاش أنتم من خلال عملكم كانت إشكال بالنسبة لكم هذه المادة 118 لجمع القانون المالية 2021 قبل ما يجيه هذا القانون كان المتعامل الاقتصادي من يستورد البضاعة يدفع 120% من الفاتورة 30 يوم مسبقا وجدت في القانون المالية 2021 مادة 118 أنه سفوق هذا 30 يوم زادوه 45 يوم كأنه القرد المورد مد قرد للدولة لمد قرد للمتعامل الاقتصادي لأنه لو كان نزيد 30 يوم على 45 يوم رانا في 75 يوم بدون من أخذ الأيام التي يمكن أن تكون في ركود البواخر التي رعدنا في الأراض سيأخذ وقت كبير من أجل استعمال البيضاء وتحويل العملة التي نرى لكثير من الموردين أنهم يأخذوا وقت كبير من أجل تحويل هذه العملة يأخذ لك حتى المئات يوم معناها أنه متعامل اقتصادي من أجل اقتناء استلزامات المواطن سيأخذ لها طولة السنة معناها أنه سيأخذ يستورد مرة ثلث مرات في العام هذا المنتوج الذي يوفره تبعات على الأسعار عندنا تبعات على الأسعار تبعات على الأسعار لا يشغل فيها نعطيك مثال لدينا موردين في أنحاء العالم من يخرج هذا القرار وقفوا وقع الأسعار رسلونا وقفوا حتى الأسعار حتى اليوم 1 فيفري نعطوا أسعار التصدير فيما يخص الجزائر سيما الجزائر سيكون عندها سعر مخصص غير لسبب لأن المورد من أنت تقوم بتجميد المبلغ التاعه 100 يوم هذا كل مبلغ التاعه لو كان هو يقتديه في ضرف 20 أو 10 أيام أفضل من أن يقتديه في 100 يوم معناها أنه هناك تكون لها أضرار هذو كل أضرار من أن يدير لكالكولتا يخرج له نسبة 2-3% وقع الأسعار اللي راهي اليوم راهي زادت ما بين 2-3-4% والمشكلة الكبيرة اللي راه في قضية الترانسفور زاد من نعطيك ميتال راه يدير 14 ألف دولار من الصين من الصين إلى أوروبا كانت 3 ألف دولار اليوم رجعت 10 ألف دولار مع هذه الأزمة احتشتنا بالشركات بهذا القرار راهي أعطت واحدة الصورة لها تانكماش ما عرفتش تدير في المستقبل وهذا دافع إلى ارتفاع جنوني اللي غادي يكون حتى تطرقوا ناس اللي اليوم رفعوا الأسعار تحهم يقول لك يا أخويا غادي نحبس 100 يوم هذه 100 يوم أن اليوم باش غادي نواجه بها المصاريف باش نواجه بها المصاريف هل تغرس أنت كعضو لجنة المالية بالمجلس الشعب الوطني ما قصة المادة 18 التي تقول باستثناء عمليات استيراد متعلقة بالمواد استراتيجية الغذائية المواد الطابعة الاستعجال الاقتصاد الوطني ما إلى ذلك يتم دفع مقابل عملية استيراد المواد الموجهة للبيع على حالتها في دفع مسمات لأجل قابلة لدفع 45 يوم ابتداء من تاريخ لما توضع القوانين بالنسبة لبنوك وبالنسبة للإسمار ينبغي طبعا استشارة خاصة شركاء الاقتصادين والاجتماعيين وهنا تقريبا غايبين تماما لما نحكو مثلا قانون الإسمار الذي نستنى يخرج الأيام القادمة طبعا ولا استشارة نظن ولا مستثمر ولا متعاملين ولا مجموعة متعاملين ولا حتى الوزارات ما مش معنيين بالقانون الإسمار هذا معناه مثلا المادة هو يحكي في غير صارح متعاملين لا المادة هذه هو يحكي المشكلة متعاملين متعليق بالموك مش علقة بالمادة هذه المادة هذه أكيد لأن المادة كان فيها علاقية الأكثر من هذا وطبعا حتى أنا في بعض حالات أنه لما تكون كان يستشارة مهم جدا نسمع للخبراء الاقتصادين في الجانب هذا ولكن كانت المادة هذه في الجانب هذا طبعا أنا نقول أنه إذا شفنا النقايص موجودة في قانون عدلت من طرف المجموعة من النواب المختصين خاصة في المجال البنكي في هذا المجال واللي سمعوا أراه من النواب أنا شخصيا ما ما عنديش اقتصاد في الجانب البنكي أكثر من هذا ولكن بعض الاقتصادين اللي عندهم دراية بالإشكالية كان طرح اللي هو بعد المسافة مثلا بالنسبة لأوروبا في بلحالة الباخرة تاخد 30 يوم أعطوا أكثر فرصة في نيتهم أعطوا أكثر فرصة بالنسبة لطبعا التجار كذلك تكون 45 يوم لأنه من أنحاء العالم ممكن تكون 45 يوم هذا إشكالية اللي ممكن لكن المتعمل الاقتصاديين يقولوا أنه هذا المدهي نعم هو كان تناقض اسمح لي هو كان تناقض المشكل المشكل اليوم المتعمل الاقتصادي ره يدفع 120% 30 يوم مسبقا دروك في المادة اللي جات 118 معناه فوق 30 يوم بمجرد إقلاع الباخرة غادي نزيدوه 45 يوم والمشكل الكبير وين راح نعم على بنابل اليوم ره المشكل تعصرف رفي تدبدب دروك اليوم اليوم من المتعمل الاقتصادي سمح لي اليوم المتعمل الاقتصادي مين يقوم باقتناء هذا البضاء في خلال 35 يوم نحن نقول 30 يوم بتاع القانون اللي كان في 2017 وجات الباخرة على 35 يوم والمتعمل الاقتصادي اخذال بيضاء جدال قم بالملف وتعال وجمرك بالتكاليف وتفع وخرج البيضاء على مستوى المخازن المشكلة الكبيرة اللي راح مطروح هذا 120% اللي اداتها لك البنك 30 يوم مسبقا نعم البنك غادي يتفعل المورد خمسة وربعين يوم اخرى من وراء معناها المتعمل الاقتصادي لو كان يبيع البيضاء في ضرف 35 يوم اللي اقتهنا هذا البيضاء على 45 يوم واحد اخرى يمين يجي عندها البنك يقول له الصرف اليوم انت خلصته بالـ 162 تحويل العملة راح بالـ 164 معناها هذا المعامل الاقتصادي في هذه العملية راح خسر 100% بيع البيضاء بالخسارة الهدف احنا ما فهمناش الهدف في 30 ولا 45 يوم اللي نزادت ما عرفناش احنا كنا كنا نستنو ليونة 30 كانت موجودة من الأول احنا كنا نستنو بلك ليونة في المنظومة المنكية العالمية دمو دو بايمو عمرها ما كانت فيه المورد قال لك شا نكتب لك نكتب لك 30 يوم ولا نكتب لك 45 يوم احنا تخالف ما عرفون شي هذا شوف نقول لك حاجة هذا قانون المالية من السربي تتعوى الإجراءات وإتخاذ القرارات من طرف وزارة المالية مع انت استشارة المتعاملين الاقتصاديين عمرها ما تمت لما نشوف انه القرارات المهمة بالنسبة لإقتصاد وطني ياخذوهم بالطريقة هذه وهذا طبعا في بعض الحالات يؤدي الى طبعا تهلك كثير من الإقتصاد ين مع انت مفروض مفروض لما يجي قانون بهذا شكل يجب ان تحترم طبعا وتعطي اكثر فرصة بالنسبة للتاجر في المراحل القدمة ونقولها بكل صراحة حتى اللجنة المالية والميزانية تتحمل جوز منها لانه مفروض يجب الاستماع الى الاقتصاد المستشار في الجانب هذا ثم يمكن طبعا لانه في بعض الحالات تقررت بالطريقة هذه كان عنده حسنية ولكن هو طبعا عندها اثر سلبي انا اقول فقط انه مش المادة هذه في قانون مالية كان تقريبا في بالي الخاص وفي رأي تقريبا 40 مادة مش المستوى و40 مادة يمكن طبعا انتقادها ويمكن لما نحك على المادة 84 كذلك لما نحك على بعض المادة 79 فيما يخص استيراد الذهب رانا فيه في ازمة اقتصادية كبيرة وما زلنا استولاد الذهب لما نحك على المادة 40 كذلك لما نحك على المادة 39 مع انتها اشكالية بالنسبة لقانون مالية فقط لا لازم نحك بكل صراحة هناك تغول سلطة التنفيذية على السلطة الشرعية القرار في السلطة التنفيذية مع انت في بل حالة يجيب لك القانون ويقول لك لازم يجوز القانون هذا وطبعا هناك مجموعة معينة تحارب لداخل اللجنة لكن طيب وقت مستقطع قصير من البرنامج فقط لكي نقرأ تغريدة رئيس الجمهورية قبل اللحظات على موقع تويتر وهمجي ذلك الذي أودى بحياة خمسة من مواطنين من منطقة تليجان بولاية تبسة عقب انفجار لغم تقريدي زرعته أياد الغدر نتضرع للمولى عز وجل ليرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان داعين للجرحة بالشفاء العاجل إن لله وإن إليه راجعون وذكروا أنه في ولاية تبسة منطقة تليجان توفي خمسة مواطنين هناك إثر انفجار لغم تقريدي زرعته مجموعات إرهابية وتم تسجيل جريحين كذلك رئيس الجمهورية يعزي في هذا المصاب الجلل كما ذكرنا من خلال تغريدة له على موقع تويتر والتفاصيل في شركة الهام الظاهر أسفل الشاشة أعود لك سي هشام بوزيدي رئيس جمعية المتعاملين اقتصاديين حديث الآن عن مطالب المتعاملين اقتصاديين في جانب القروض في جانب الجمركة تخفيف الضرائب في كل مرة يعقدوا لقاءات آخرها قبل أيام دائماً ما تكون هذه المطالب في رأيك هل فيه استجابة من السلطات مثلاً مرافقة لمتعاملين اقتصاديين تسهيلات في هذا الجوانب القروض الجمركة تخفيف الضرائب والله العالم أنا غد يلخص لك قاعد الكلام في كلمة واحدة احنا لا نريد قروض نريد فك القيود فقط المتعامل الاقتصادي ره مقيد من كل الجوانب نعطيك هذا المثال التصحيح البنكي احنا رأينا في أزمة اليوم نعطوه لهذا المتعامل الاقتصادي نعطوه نعطوه قرض الاقتناء هذا السلع ولا الاستيراد احنا عدنا موردين لليوم هو يكلمك يقولك أنا مستطيع نعطيك حتى المية وعشرين يوم قرض بدون فائدة هذا القرض اليوم يتديه المتعامل الاقتصادي نخصوه في نشاطات أخرى اللي رأي محتاجة لهذا القروض اليوم للأسف ما استغلناش الفرصة تجائحة كورونا اللي مقدوش يبيعوا الفائت على الانتاج تحم ملقوش كي يتعاملوا هو يتصل بيك يقولك هل ممكن نعطيك اليوم قرطة عمية وعشرين يوم نقوله له باللي ما نجموش لأن المنظومة تجارية التعنى الخارجية ما تسمحناش بهذا الشيء كأنه إبغاد وفيما يخص للقضية تعلج مراك كنا نشوف باللي متعامل اقتصاديين عدنا متعامل اقتصاديين اللي رهم 15-20 سنة في هذا الميدان كان عدنا السيركويذير كنا نسمعو به في قضية الحاويات كان الشركات اللي تجيب من المصنع اليوم نشوف باللي نشوف القيمة الحقيقية للبيضعة هدية ونتدير تلت مرات ربع مرات تفتيش في هذا الحاويات وتشوف هذا المهم متعامل اقتصادي متعامل نظيف اليوم المشكلة ربعنا نشوف المتعامل الاقتصادي بكل بطريقة واسخة ربعنا نقول كما نقول وقعنا نديرهم في سهل هذا الصورة نمطية كما ذكر سي هشام بوزيدي لأفرزتها فترة معينة مرت منذ الحراك الآن أصبح المتعامل الاقتصادي في الجزائر في قفص الاتهامات هكذا والمناخ الاقتصادي أصبح شوية فيه ضبابية كبيرة والحديث عن الفساد وما إلى ذلك اللي عطل شوي الاقتصاد أو عطل كثيرا ماشي شوي فقط اقتصاد الوطني قبل ما نحكو كل النقاط نحكوها لمشكلة ثقة مشكلة ثقة بالنسبة للمستورد بالنسبة للمونتج بالنسبة للصناعي بالنسبة لحتى المستهلك وهذا كيف يمكن طبعا نسترجاع الثقة نتاعه عمليا مع أنت أول حاجة لما نحكو عليها نحكو على مشكلة الضرائب في الجزائر ولم نحكوها الضرائب حد يتولي حرج ما أنت ببعض الدول طبعا نامية اللي رأي تمشي بسرعة اللي معدل يتنوون لما نحكو شوف الدول إفريقية مثلا غانا ومثلا لما نشوف كينيا لما نشوف تقريبا معدل النمو وصلت 7 بين 7 و 8 سنويا هذا اللي يخلينا أنه نفكر كيف نعطي نموذج أو كيف نعطي مناخي استثماري محفز حاجة الأولى نبدأ ضريبة ضريبة اللي سيد وزير المالية كان كان اعترف أنه ضريبة كبيرة في الجزائر ويجب إعادة النظر فيما يخص الضريبة وكان دلوا جلسات وطنية ونظن جلسات وطنية كانت فلوش هذه ما عندهش معناه كامل لأنه يحكوا على التحصيل الضريبي ولكن والله ما يتحصلوا على التحصيل الضريبي ولا فرق بالطريقة هذه ضروري روحوا إلى تخفيض الضريبة أنا مديت حل طبعا عندي تقريبا ثلاث شهر إلى ربع شهر اقترحته لسيد وزير العمل وحتى المدير العامة قل تخفيض ضريبة لخمسين بالمئة إذا حبين استرجاع ثيقة واسترجاع الأموال خمسين بالمئة نخفض طبعا نقل حاجة واحدة أخرى نعم بالنسبة الإصلاح البنكي وبالنسبة للقروض كذلك هذه إشكالية بالنسبة للبنوك البنوك تعني ما تغمرش ما تشاركش ما تستثمرش البنوك تعني كأنه بريد تعطيك الأموال وتخرج الأموال ولكن باش تشارك في العملية الاقتصادية ما تشاركش حاجة واحدة أخرى نحكو على طبعا مش البنك ولكن نحكو على البورس كذلك بورسة الجزائر اللي هي تقريبا خاملة تماما واللي مفروض هي اللي تمو الاقتصاد الوطني لماذا الناس لماذا الصناعيين لماذا الشركات الوطنية حتى العمومية ما تخلش البورسة يبقى سؤال مطروح ونحاول إجابة عنه في قادم الموعيد وفي برامج أخرى عبر شاشة تلفزيون النهار شكرا لحضوركم معنا سيهي شام بوزيد رئيس الجمعية المتعاملين اقتصاديين شكرا للموصول سيهي وريتي غرسي عضو لجنة المالية المجلس الشعب الوطني شكرا لكم مشاهدين الكارم على حسن الإصغاء والمتابعة نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله السلام